ما المقصود بالتطبيع؟ ما معناه؟ ما حقيقته؟ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أحسنت حين ذكرت في مقدمتك تعريفا جامعا ماتعا لقضية الأقصى ولقضية القدس وذكرت بأنها ليست قضية طين ليست قضية تراب إنما هي قضية ترابطنا بها رابطة العقيدة رابطة البيانة الرباني رابطة الحديث الرباني الله نزل أحسن الحديث في بداية الصورة التي أشرت إليها وهي صورة الإسراء ولهذا نحن نحس بإلام شديد حين نرى هذه الأيام ما نراه من هرولة من تسارع من انبطاح عجيب ويزيد الأمر مرارة ليس فقط لكون بعض الدول العربية أعلنتها صراحة وصارت تهرول وتجري إلى حيث يرضى عليها العدو رغم أن القرآن الكريم أوضح منزله جل وعلا في البيان الخالد ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وكأن هؤلاء أرادوا أن يكذبوا ما قاله الخالق وأرادوا أن يصدوا الناس عن البيانة الرباني وأن يثبتوا بأن ما تذكرونه إنما يكذبه الواقع فهؤلاء قوم يستحقون أن نطبع معهم يستحقون أن نجعل منهم جسور أخوة أو أن نربط معهم جسور أخوة وتعاون وترى الكثير منهم نسق ولا يزال ينسق من أجل مآربة دنيوية بحتة ويريدوا أن يكذب القرآن بأن هؤلاء لا عهد لهم في الماضي والحاضر وبالتالي لن يكون لهم وفاء بالعهد هؤلاء هم قتلت الأنبياء قديما وهم الذين قتلوا الأبرياء حديثا هؤلاء الذين اختصبوا الأرض واختصبوا العرض هؤلاء الذين هجاروا الملايين هؤلاء الذين جاءوا حفاتا عوراتا من بقاع شتى وجاثوا على صدر الأهالي الأصليين على سكان الأرض الأصليين وليس هذا فحسب بل أنهم أخرجوهم فكان التهجير سنة ثمانية وربعين تسعمية وألف في الحوادث التي سجلها التاريخ والتي يندلها الجابين وليس هذا فحسب بل يريدون التطبيع أي جعل العلاقة طبيعية مع من ذبح الأطفال يريدون مننا أن ننسى محمد الدرة عنوان الفتى الذي ضرب ظلما وعدوانا وقد رأاه الناس جميعا ونقلت صورته المؤلمة الشاشات العالمية نريد أو يراد لنا أن ننسى إيمان حجه يراد لنا أن ننسى ألاف المنازل التي حطيمت على رؤوس الثكالة والأيتام والمعوزين والفقارة يراد لنا أن تطمس معالم الذاكرة هذا الذي يراد وليس بدعا من هؤلاء ما أحدثه أيضا العدو الفرنسي حين دخل إلى الجزائر هؤلاء كما قال القرآن وَلَا يَزَلُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ إِنْ إِسْتَطَعُونَ هذه الحقيقة وَلَا يُمْكِنْ لِعَدُوٍ مُتَرَبِّسٍ وَصَفَهُ الْقُرْآنَ بِأَنَّهُ عَدُوٍ أن يتحول بين لحظة وأخرى وبين عشية وضحاها إلى حبيب نواليه القرآن قال إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الذين يقيمون الصلاة ويتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون إذن التطبيع ما معنى؟ التطبيع هو حالة العداء لابد أن تطبع فتتحول إلى حالة صداقة على حساب ماذا؟ على حساب العرض وعلى حساب الحق وعلى حساب المقدس ثم على حساب المشاعر الفياضة لأمة المليار والنصف المليار من المسلمين يراد لهم أن يضعوا مشاعرهم في ثلاجة باردة وأن لا تكون ثمة ثورة ولو داخلية وأن تلجم الألسن وأن لا نتكلم وأن لا نصيحة وأن لا نقول الحق وأن لا نقول بأن ثمة أمة مظلومة اسمها الشعب الفلسطيني المشتت والمهجر والمظلوم